أن أعبر عن سعادتنا العميقة بوجودنا على أرض إيران الثورة وفي مدينة قم المقدسة إيران التي أحدثت تحولاً استراتيجياً في المنطقة ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة إيران التي تواجه الضغوط والمؤامرات الأمريكية والصهيونية والرجعية العربية بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية فتحية للشعب الإيراني العظيم وقيادته الشجاعة وعلى رأسهم سماحة القائد آية الله العظمى علي الخامناء كما أحيي في هذا اللقاء لقاء الشباب المقاوم الشعب البحريني الشقيق وقواه وفاعلياته السياسية وأحيي شيخنا الكبير عيسى قاتم ونقول بأن هذا الشعب العربي الأصيل في البحرين سيواجه هذه المؤامرة وسيرفع علم فلسطين فوق أسطح المنازل في كل شوارع البحرين فتحية لشعب البحرين وموقفه المبدئي الذي أعلنه منذ اللحظة الأولى لإعلان هذه الخيانة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية الإخوة الأعزاء أنقل لكم تحيات شعبكم الفلسطيني المكافح الصامد على أرض فلسطين والذي يكتب تاريخه بدم ولحم أبنائه الصامدين الصابرين قائلا للعالم أجمع الأرض أرضنا والقدس قدسنا والزيتون زيتوننا والمسجد مسجدنا والكنيسة كنيستنا فلسطين لنا من البحر إلى النهر سنقاتل ونقاتل ونقاتل حتى تحريرها كاملة فهيهات من الذلّ 아니라 ايهات من الذلّة